أحسن الله إليك يقول السائر امرأة تتناول حبوب لتأخير الدورة الشهرية في سفرها لتأدية العمرة وفي شهر رمضان هل هناك من حرج في ذلك إذا كانت الحبوب لا تؤثر على صحتها ولا مانع أن تستعملها ليرتفع عنها الدم تتمكن من أداء العمرة ومن الصيام في رمضان لا أبقى سبيلالي نعم